بسم الله الرحمن الرحيم انا دكتور خليفة محمود عبد الله استاذ الامراض البطنة وحدة السكر ودهنيات الدم بكلية الطب جامعة اسكندرية لما عندهم السكر بيجيلهم كلمة عطش وجوع ووزنهم بيقل ببساطة لما سكر يعد المية وتمانين في الجسم تبتدي يترمي في البول الكلة تقدر ترجعه لغاية المية وتمانين لو تعدى كده يترمي في البول يبقى انا كلت رغيف عيش الرغيف ده تحول لسكر متص من الامعاء سكر يبقى عالي رميت نصه او تلاتة ارباعه في البول يبقى كأني مكلتش وبالتالي حجوع لان جسمي مخدش الطاقة بتاعته وفي نفس الوقت بفق الطاقة يبقى حخس عشان كلا تلاقي بيأكل وبيخس لان جسم ما بياخدهوش زي حاجة تانك عربية بتملاء وهو تانك مخروفة اللي بتملاء بينزل برا ده سبب ليه بجوع بعتش طبعا ان السكر لما ينزل في البول ما ينزلش سكر بودرة بينزل مع البول يسحب مع المية فيحصل جفاف فدي اعراض السكر جفاف نقص وزد وشعور بالجوع بس لو سمحته ده اعراض السكر اللي ما يبقى عالي قوي النوع الثاني من السكر اللي بيجي بالتدريج الغالبية العظمة من المرضى ما عندهمش ولا حاجة من دي يفاجأ يعني في الحملة القومية بتاعت الفيروس سي 100 مليون ناس كتير اكتشفت السكر لأول مرة لانه عالي بالتدريج فالجسم ما خدش الاعراضي زهرة فلو سمحته اللي عنده استعداد وراسي للسكر والد او والدة او اخوات او واحدة جالها سكر في الحمل وراح ده بيسموها الاكثر عرضة للسكر او اللي عنده السكر في المرحلة الوسط زي ما اتفقنا ما ينفعش يستنى الاعراض طوله انت حللت اخر مرة وكلا ما حللتش ما بعتش ما بقومش بالليل لا ده مش لازم يبقى لازم تحلل كل سنة على الاقل مرة سكر صايم بس على الاقل تطمئن لان انت عندك استعداد وراسي للسكر وبرضه يحلل مرة كل سنة السمام لازم اللي عنده ضغط لازم لان فيه علاقة ما بينهم فاعمل مرة في السنة طلع سكري طبيعي كان به طلع في المنطقة الوسط ابتدي اخد بالي بقى ونظم نفسي عشان ما جليش سكر طلع عندي سكر اتعالج بدري لكن ما استناش لما جيلي اعراض ويجيلي مضاعفات فارجو ان نكون شرحت يعني ايه سكر وايه الفرق بالنوع الاول والنوع التاني وشكرا